تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه وذلك بمناسبة تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب هذا نصها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين المفدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يسرنا أن نعبر لجلالتكم عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي النواب والشورى والذي أقيم برعاية سامية من لد جلالتكم حفظكم الله وبما يعكس حرص جلالتكم على مواصلة جهودكم المخلصة في ترسيخ مسيرة العمل الديمقراطي والتنموي في البلاد وإننا وقد تابعنا بكل التقدير كلمة جلالتكم السامية بهذه المناسبة وما تضمنته من توجيهات حكيمة لتطوير مسيرة العمل الوطني في المرحلة المقبلة بما يعزز من أوجه النهضة والنماء التي تشهدها مملكة البحرين فإننا نؤكد لجلالتكم تسخير جهود الحكومة لتحقيق ما وجهتم إليه جلالتكم بشأن تأمين الاستعداد الكامل للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي وتطوير البنى التقنية لتنمية الاقتصاد الوطني التي تضمنها خطابكم السامي تحقيقا لرؤاكم الوطنية الحكيمة وتطلعاتكم الكبيرة لشعبكم الوفي ويسرنا يا صاحب الجلالة أن نجدد العزم على متابعة تحقيق توجيهات جلالتكم بالتعاون مع السلطة التشريعية وبالشكل الذي يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويحفظ للوطن أمنه واستقراره ويعزز من جهود النماء المستدام على كافة المستويات للارتقاء بمعيشة المواطن داعين الله عز وجل أن يحفظ جلالتكم وأن يسبغ عليكم موفور الصحة والسعادة والعمر المديد لمواصلة مسيرة الخير والتقدم والنماء في بلدنا العزيز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه فيما يلي نصها صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله رئيس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل السرور تلقينا برقية سموكم المهنئة لنا بمناسبة افتتاحنا دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي النواب والشورى وإننا إذ نشكر سموكم لمشاعركم الطيبة نبعث لكم بصادق تحياتنا وخالص تمنياتنا لسموكم بموفور الصحة والعافية تأتي هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا ونحن نتابع مسيرتنا الديمقراطية التي تزداد رسوخا مع كل يوم بتوفيق من الله جل شأنه ولقد كان لإسهامات سموكم أكبر الأثر في نجاح خططنا من أجل مستقبل زاهر لشعبنا العزيز وترسيخا للديمقراطية وللحياة الكريمة لهذا الوطن الغالي نسأل الله لسموكم الصحة وطول العمر والله يحفظكم ويرعاكم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر